بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أẻم impartين مواجهتنا أ hope you're happy and healthy and ready for today's lesson which is the unit for TV around the world The 2nd lesson, the pairwork, page 49 but, before we do that, let's revise what we previously took at the beginning of the unit If you remember, we ask this questions What kind of television program do you like to watch Give some examples ويكون قد ترى بأن المتابعة هذه المناسبة تتعلي في قليلات وقليلات 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 مهمة وقليلات 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 أيضاً ما نعرفه وكذلك؟ يجب أن تتفقد من السبب هنا ما نعرفه في القليل أجل الأجل أجل الأجل أجل من تتعلقاً تفكرك أنك تستمتع ومعبقك في تنامك في مجال المباشرة المطلوب كانت أولاً جيباردي يأتي يوماتي في نفسه سوى 9.30 مباشرة إنه مجرد من جيباركوه ومتعه جديد في حيث وفقائية الإصلاف، الاجتماعية، الكتابة، الهيئة، الناس، المتعب ومزرائع ماهل كمتب بأن جيباركوه؟ ماهل كمتب بأن جيباركوه؟ تعرفتها من خلالك في المصدر، بالطبع. نعم، إنه شهر الذي يسأل المؤسسين بعض المؤسسات. لذلك، المؤسسات يجب أن يسألون بعض المؤسسات، أو بعض المؤسسات. المؤسسات المؤسسة للإعادة وطبع المؤسسات. كما قلت، المؤسسات هنا، يجب أن يسأل المؤسسات لإجراءهم في صورة المؤسسات، ويسأل المؤسسات. الثاني المؤسسات، 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 يأتي من مجال 9 أ.M. يقول أنه يومي يومي. يومي 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 يومي. أحب يتدعون العمل في ذلك المؤسسات تugeoku أما يظهرون أو تركضون. هذا المؤسسات في القرآن يتعمل في رأس تحارق المؤسسات. ماهي يعني هذا يومي يومي يومي؟ نعم، يبدو أن يتم هناك في قصة. يبدو أن يتم هناك في قصة الوضع الدرس. علم Yest , المستخدمات المضميضة يملك بعض النظر على أمر الإشارة والقدم بين العقل والرغم في الأولاسية인데 في ١٠٠، فلسطة داخل العرب هي قائمة ممتلكين من شديدة قائم وهي قائمة ممتلكة قائمة ممتلكة إنائية وممتلكة المترجم للغاية الوضعية في المصرحة الوضعية و وقال الجميع المترجم للعجمال تذكرت المترجم للغاية الوضعية لأننا سنقوم بها أثناء المترجم للغاية نقضي أيضاً على النقاط الاجتماعي وهي جيداً لغاية التحديد يتعلق بكتابة عن مختلفة هناك وفق أه Raven SHAP you it's focused on the wildlife Is the National Geographic channel is the television channel that features documentaries about science and technology Animals and nature just as I said before Exploration and culture Produced by the National Geographic Society So its a society It's bigger than just a station إنه مجلسة. إنه تحديد مناسبة وإنساعدة مناسبة لعبارة عجلات المتحدة. هذا القناة يدعي إلى التحديد الحقوق والمتعامل في الحياة المعرفة في مجلسة ومعنى مناسبة. يتحديد الحقوق والمتعامل الحقوق والمتعامل في الحقيقة. الأنفق المترجم للقناة لكي يشاهدون تقرير السابق تقرير السابق لصورة الأنفق عن تقرير السابق تقرير السابق لصورة الأمريكية عن منقلوا في العالم المترجم من يتعرفون المنزل والعيشة في المنزل الأنفق جرسوم ستوكس و براؤن تأخذ في حيات محاولة جاگر محاولة في محاولة هذا هو المشكلة من هذا الفيديو بعض التكتبات و بعض التكتبات و بعض التكتبات تحاول أن تحاول محاولات و تحاول محاولات و نعرف ذلك من أراضي نحن الانتقال الثاني هو طب جير طب جير هو طب جير محاولة تحاول محاولات و خاصة بحيات محاولات هنا يقول أنها تحاول في 9.30 م. على سبب جير طب جير هو محاولة براتيزية تلوية براتيزية عن حيات محاولات و قامت بحيات محاولة في محاولة المتابعة بعدها في 2002 أجل محاولة تحاول محاولة طب جير محاولة هذا صحيح، لديهم صحيح. عندما تنظر الناس، تجد بعض الناس عندما تنظر الناس. الناس يدعى أن يكون هناك 350 مليون رؤية عاملين، لذلك هذا مقابل جدا. الناس لديه اعجاب على صحيح ومثلتها 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 من قطعات التعاملات. تصدقات من المثلات. لكنه يتلقى، على الأمر ينتظر أقلتها من أجواء العالم. ينتظر الناس في الساكي، من المثلتها أننا من يتحدث أنه سيكون في جابنيا، بالطبع. هذا هو مجرد جابنيا، ومثلتها ومثلتها أقل ساعة ساعة جدا. Each is three-hour special cover. An entire competition in which 100 fighters and athletes compete in one of the most challenging physical contests imaginable. It airs twice a year. It is a physical, challenging show. We also took the Language Builder here. ورؤية الفكرة في الشرفο من الممتازنة في بعض التكالب مهمة إنها تسمى الأمر بحقيقة المتحدة الحميثة مع المتحدة في أقلنا تبقى حسناً أشياء أشياء الجديدة فالدفره أحدهم من الممتازن البدران والممتازن المتحدة يمتغط الاتجانبات المتحدة هو أن المتابق المتحدة هذا مريح التفقل المتحدة المتحدة أحياء تنمت للمتحدة لذلك فقط يأتي بشيئات الأشياء لذلك السيارة الأشياء لا يتحدث قبل أن نبدأ المساعدة لنأخذ المساعدة 113 ونحن نحن نساعد بعض هذه المسؤولات ونحن نساعد بعض هذه المساعدات لا تنسل هذه الأشياء لا تنسل هذه الأشياء قد بنسering مرائ segunda وقمنا رأي بها المساعدة لنصل على الضر بالreensازة هذه الأشياء التي نقضها لك ونعين كتمرgende okay number one a t b o r c s a d so from the letters can you tell which is the correct term here it's related to television it's like the word air the verb air so can you tell which word is that okay let's check the answer together yes it's the word broadcast it's the word broadcast and it's to spread the the video throughout the network and also you can find it in your chatting applications the word broadcast it means to spread your what you have written to all of your contacts the second one number two s t a n t n o s c e s t again s t a n t n o c e s t so this is a little bit long can you figure out the correct word here the person who goes into a quiz show and try to answer the questions yes he is a contestant or contestants as plural or contestants as plural number three r v s e i n o r v s e i n o can you tell the correct word here yes it's the word version it's the word uh version you know the word version it means not the copy but the uh the uh the latest when you say the latest version it means the latest let's say episode or the latest copy of this thing the latest version uh p-o-r-o-s-s-u-p-r-e that's number four again p-o-r-o-s-s-u-p-r-e can you tell what is this word here yes prosperous the word is prosperous which is the synonym for uh thriving if you can say prosperous or thriving it means doing well doing well number five d a r w a d a r w a which is a thing i give you a hint for the word uh the thing that you win at the end of a quiz show or a contest yes you figure it out right it's the word award award it's the thing that you win at the end of a quiz show l o p t so this is an easy one actually the story yes it's the plot the plot meaning the story so moving on to the next exercise exercise b in the workbook right the uh the words from exercise a above their synonyms so the words that we just learned and exercise a will be writing them with their synonym and if you don't know the meaning of the word synonym what's the meaning of the word synonym it's a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language so in the same language when two words have the same meaning or nearly the same meaning this is a synonym so let's continue with our exercise the first one is already done for you this is a confusing mystery confusing the synonym for confusing is puzzling so confusing puzzle you can say this is a puzzling mystery so let's begin with number one they will air the tv show tomorrow night at eight they will air the tv show tomorrow night at eight and air here is a verb so from exercise a what's the uh synonym for the word air a tv show yes that's correct it's the word broadcast number two the story is about aliens that come to earth the story is about aliens that come to earth the word the word story here what's the synonym for the word story from exercise a if you remember the last word yes that's correct of course it's plot you can say the plot is about aliens that come to earth number three there are only two competitors left there are only two competitors left so there's a quiz show and there are only two left competitors so people who compete against each other what do they call them yes competitors or contestants excellent i like the graphics variation of that computer game i like the graphics variation of that so variation means something uh different from the original yes excellent it's the word version the winner gets a cash prize when you win a contest you get a prize so what's synonym the word that has the same meaning as the word prize from exercise a yes excellent it's the word award so award means prize there are uh there are there are many wealthy people who work in the television industry there are many wealthy people who work in the television industry so wealthy is the equivalent for the word prosperous so proper prosperous is the synonym for the word uh wealthy continuing here with the listen objectives discuss types of tv programs so types of tv programs what do you like tv pro there are many tv programs of course the type is it a quiz show is it a movie is it a drama series so we will be discussing that here create your own idea of a tv program decide on the kind of program and the title then write a brief description of the program so create your own idea for a tv program is it a tv series is it a quiz show is it a sports uh a sports competing show like sasuke the japanese show is it a family show is it maybe a cooking show so it's up to you uh create your own idea for a tv program decide on the kind of program and the title and if you finish deciding what kind of program is it decide the name of the program and remember to make it attract people to watch it the name or the title of the program then write a brief description of the program so once you write the title or the name of the program you write a brief not a long a brief description of the uh program does it have the contestants does it have a show host uh what genre if it's a if it's a movie or a tv series what genre is it is it action is it fiction or something else and etc so you have to ask yourself these questions what kind of a program is it is it a comedy is it a crime show maybe it's a sports show etc so you have many ideas to choose from is it if it's fictional fictional means not real life story what will the stories be about so fictional means you can open your imagination and write the story just as you like you can make flying object or whatever you like who are the main characters so decide the main characters and their characteristics and their features what time should it air what time should it air should it be a morning show or a late night show or in the afternoon so you have to decide that to choose your audience who will the audience be are their children teenagers adults families etc who are you who is your target who are you targeting are you targeting children teenagers adults families so you have to put that in your mind while creating your show and here's a fun fact for you the longest running soap opera in the u.s was a program called guiding light it began as a radio program in 1937 and then became a tv program in 1952 the last episode was broadcast in september 2009 so it ran from 1937 to 2009 and that's a very long time another fun fact here in great britain a radio soap called the archers of the archers has been running six episodes a week since 1951 for a total over 15 000 episodes one actor norman painting has played the role of phil archer since the program began can you watch this tv series for uh of 15 000 episodes it's up to you and with that we reach the end of this lesson see you next lesson inshaallah subhanaka allahumma bihamdika ashado lalanta astaghfirullah koutubu ilayk salamu alaykum